تقديم الحصيلة المرحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة درعة فلالته هو محور اللقاء الجهوي بالراشدية والذي استعرض منجزات هذا المشروع الهدف إلى تحقيق تنمية بشرية شاملة تعزز تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين هدف من هذا الاجتماع أولا واحتقيم مرحلي فيما يخص برامج تم إنجازها في هاته ثلاث سنوات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك تقييم مرحلي فيما يخص مناهج العمل وكذلك المساطر المعمول بها لأنه دائما نحن في عمل على تجويد المبادرة ومشاريع المبادرة وبرامج المبادرة لأنه كما يعرف الجميع فهو ورش مالكي بامتياز وورش متجدد ويندرج هدل الشماع في طار الجوالات الميدانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر الجهات بالمغرب والتي تروم الإعلام والإخبار حول رؤية وتحديات المرحلة التالتة من المبادرة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز رأس مال البشري والاندماج الاقتصادي للشبه ترجمة نانسي قنقر